عقدت توزارة التغطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومسؤول هيئة قناة السويس اجتماعات تنسيقية مع هيئة التعاون الدولي اليابانية جايكا لدراسة مقترحات التعاون مع هيئة قناة السويس حيث تم مناقشة درسة تفصيلية حول طلب التعاون مع الحكومة اليابانية لتوفير قاطرة دعم إنقاذ لصالح هيئة قناة السويس وذلك في إطار الجهود المبدولة لتطوير المجرى الملاحي للقناة ودعم الأسطول البحري للهيئة تأتي أهمية هذا المشروع في الإسهام لتعزيز سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ ما يسهم في التشغيل المستدام والمستقر لقناة السويس